كما شباب عمليني يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنشوف أغرب أسرار لعبة بروك هيفن والتي بصراحة صدمتني أنا شخصياً بسابل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو مش مشترك تنزل دلوقتي تشترك وتكسر زرار اللايك عايزين نوصل الفيديو ده أكتر من 500 لايك هل هنقدر نوصل الفيديو أكتر من 500 لايك؟ ويلا دلوقتي نروح لأول سر معنا وأول سر معنا هو لما نفتح الشات ونكتب كلمة وولف بالشكل ده ودلوقتي نرسلها ونشوف إلا هيحصل الشخصية بتاعتنا هتلفة على الأرض بالشكل الغريب ده واللي بصراحة أنا أول مرة أعرف المعلومة دي يعني دلوقتي تقدر تلفة في الأرض وتمشي بالشكل الغريب ده ما شاء الله كم واحد منكم كان يعرف الخدعة الغريبة دي ودلوقتي نروح لنفس الشات عشان نشوف الخدعة التانية واللي هي رأسة برضو ولكن الرأسة اللي جاي أغرب من ديب كتير تعالوا نشوفها دلوقتي نروح للشات ونكتب كلمة AFK واللي أغلبكم صراحة يعرف الخدعة دي ولكن هي بجد غريبة يعني مين هيستعملها في الماب تعالوا نشوفوا إيه اللي هيحصل بمجرد ما نكتبها اللاقة الشخصية خدت الوضع الغريب ده ما عرفش إيه فاديتها الصراحة أنا كل اللي عرفوا إن AFK معناها إن صاحب الأكاونت يعني راح يعمل حاجة أو جاي أو مش موجود في الحساب دلوقتي اكتبوا لي تحت في التعليقات لو حد يعرف الخدعة دي ولو تعرفها تعرفها من إمتى أنا بقول لي إن الكل يعرفها أصلا شكلي بعمل الفيديو دل نفسي وأنا أول مرة أعرف الحاجات دي وفي تاني خدعة معنا في الفيديو هنحتاج إن إحنا نروح عند البيوت ومن بعد ما نضغط على مكان اختيار البيوت هنروح للبيت رقم 22 واللي هو موجود هنا عشان هنحتاج المكان ده يكون قريب مننا في الخدعة ومن أول ما نروح للبيت هنا هنختار البيت ده الموجود تحت ده هننزل البيت ده يا شباب هتلاقي المربع بتاعه لونه أحمر بالشكل ده ودلوقتي نختاره ونستنى يحمل وبعد ما يحمل بالشكل ده يا شباب هنطلع فوق هنروح فوق هنلاقي غرفة نوم واللي هي موجودة تقريبا هنا لا مش هنا واللي موجودة هنا يا شباب ومن أول ما ندخل هنا هنبص تحت السرير هنلاقي الزرار الغريب ده واللي الصراحة أنا اتفاجأت بيه جدا يعني يعني بجد مرحبا بيك في بروك هيفن والأماكن الغريبة بتاعته المهم هنضغط على الزرار بتاعنا ده وبعد ما ينور بالشكل ده هنروح دلوقتي للمكان الغريب اللي شوفناه تحت ايه ده دخلت من النين دي معلنا دلوقتي هنتوجه للمكان الغريب اللي شوفناه تحت واللي هو موجود هنا قدام البيت ومن أول ما ندخل فيه هنلاقي جرس الناحية دي هنضغط على الحبل بتاع الجرس ده عشان نخليه رن بعد ما نضغط عليه بالشكل ده هنلاقي فيه صوت جرس ما طبيعي يعني يكون جرس ما احنا جايين نرن الجرس أصلا ما عليكم من الغباء بتاعي يا جزعان وبعد ما رننا الجرس دلوقتي هنتوجه للمكان اللونه أبيض الكبير ده طبعا شكلنا هنحتاج عربية فانا هختار عربية واروح للمكان ده وبعد ما وصلنا للمكان ده يا شباب هنلاقي الحتة دي ترفعت بالشكل ده وفيه زرار هنا مخفي وبعد ما نضغط على الزرار ده اللي هيحصل هنلاقي العصايا الغريبة دي بقت معنا واللي بصراحة انا مش شايف لها اي تفسير اكتبولي تحت في التعليقات لو حد يعرف ان لها فايدة ولا لا ولكن انا بصراحة شايف انها عصايا ملهاش اي فايدة يمكن انتو يكونوا ليكم رأي تاني ممكن مثلا اضرب بها حد ولا حاجة اهو زي كده خد يلا انا سمعت انك مش عامل لايك يلا خد وفي الخدعة التالتة يا شباب هنحتاج ان احنا نتوجه للبيت برضه عشان الخدعة بتاعتنا هتحتاج بيت برضه فاحنا هنتوجه لأي بيت مش لازم رقم معين وبعد ما نروح للبيت ده هنختار البيت لشكله غريب هتلاقي تحت وعلي نفس المربع الاحمر تقريبا ايوهو ده ونختار البيت ده يا شباب ونستنى يحمل وبعد ما حمل دلوقتي هندخل للبيت وهنحتاج ندخل من البوابة دي بشكل طبيعي عادي ودلوقتي بعد ما دخلنا هنحتاج نروح وراه التلفزيون ده واللي وراه نلاقي زرار لونه اصفر غريب وبعد ما نضغط على الزرار ده ده اللي هيحصل دخلنا مكان غريب مليان مليان فلوس وكمان هنا فيه سنديق مكتوب عليها اسلحة وتقريبا هنا دي متفجرات لو حد يعرف تفسير للمكان ده يكتبلي تحت في التعليقات انا بصراحة ملقتش اي تفسير واللي ربما ممكن يكون مكان مثلا لعصابة سرية مع ان اللي شفته انا في المكان اللي هنا واللي من الشكل الغريب ده يا شباب واضح انه معمل سرية لان فيه هنا نبتات والله واضح ان النبتات دي مشكوك في امرها اصلا ودلوقتي خلينا نروح للسر الرابع وفي السر الرابع برضو هنحتاج نروح البيت انا اتعبتكم بموضوع البيوت ده انا عارف بس كل الاسرار موجودة في بيوت ما ببيوت مستنى اي يعني المهم بعد ما نروح للبيت هنختار اي مكان عادي وبعد كده هنروح نختار اخر بيت موجود معنا في القائمة واللي هو البيت ده هنختار البيت ده ونستنى يا حمد واللي بصراحة ده مش سر واحد ده خلينا نقول كده حقبة من الاسرار البيت مليان اسرار في كل مكان من اول ما ندخل هنا هنروح انا هقفل البيت انا هافل البيت والله وروني دلوقتي هتدخلوا ازاي وعشان نروح للمكان السري ده هنحتاج نروح للمكان اللي موجود تحت السلم بالشكل ده من اول ما ندخلوا لي يا شباب هيكون مكان عادي لكن من اول ما ندخل هنلاقي انه بيودينا المكان غريب جدا وفيه هنا اختصار للحمام بيودينا الحمام من غير اي تعب يعني ما شاء الله المطور مش مقصر معنا تقدر تعمل حمام اهو من غير محد يشوف ومن السر المعفن ده هنروح للسر اللي بعده واللي هنحتاج نروح عند التلاجة دي واللي لازم نركب عليها من فوق ومن اول ما نروح للمكان ده هنحتاج ان احنا النط تاني اصلا المكان بقى واضح من هنا يعني هنلاقي الغرفة الغريبة دي واللي ما فيش حاجة فيها تقريبا اصلا غير الشوكولاتات دي تقريبا معظم الاماكن اللي موجودة في بروك هيفن ملهاش اي لازم زي كده بس مجرد اماكن سرية ولكن تفضل الاماكن دي غريبة جدا وملهاش اي تفسير يعني مثلا مين هيعمل مكان سر هنا عشان يحط فيه اكل معنده التلاجة يا عم تحته ومن السر ده هنتوجه للسر اللي بعده واللي برضه موجود في نفس البيت عشان كده قلتوتكم ان البيت ده مليان اسرار هنتوجه للمكان اللي مليان سناديق ده ومن اول ما ندخل هنا هنروح للزاوية دي بالتحديد ومن اول ما نقف في المكان ده هنلاقي نفسنا وقعنا في المكان الغريب ده واللي موجود فيه الخزنة السرية هني صاحب البيت يعني هيكون عنده خزنة سرية محدش هيعرف يوصل لها اهو بصراح المكان ده اكتر مكان عجبني في البيت يعني يفضل مكان معقول يعني مش زي باقي الاماكن والولي انتو تحت في التعليقات كم واحد منكم كان يعرف المكان ده انا بصراحها ببيت اكتشف الاماكن دي كلها معاكم والسر الخامس معانا النهار ده هيكون مختلف عن باقي الاسرار يعني الحمد لله خلصنا من اسرار البيوت اصلا دلوقتي في السر ده هنحتاج عربية ما شاء الله هنحتاج عربية والمكان جنبي اصلا المكان الخامس معانا هيكون متعلق بالبنك هنلاقي باب مقفول هنا في البنك من فوق واللي نقدر ندخله ولكن بطريقة غريبة جدا اول حاجة هنحتاج نعملها هو ان احنا نروح عند محل ستار بروكس هنا ومن اول ما ندخل فيه هنحتاج ان احنا نطلع من الباب ده ومن اول ما نطلع هنفضل نمشي من الاتجاه ده ولكن واحنا جنب الحيطة مباشرة بالشكل ده ومن اول ما نمشي هنا هنلاقي خزنة غريبة تفتحت بالشكل ده وللصراحة اتفاجأت بها جدا يعني يا رجل مين كان يتخيل ان فيه مكان هنا اصلا المهم يا شباب من اول ما ندخل بالشكل ده هنلاقي المكان الغريب ده بصراحة شديني جدا ولكن الاهم من ده كله هو الطريق ده من اول ما نمشي فيه بالشكل ده ونوصل لاخره هنلاقي النفق الغريب ده من اول ما نركب على المكان ده هنلاقي ان فيه فتحة هنا والفتحة دي هي اللي هتدخل على الغرفة الغريبة واللي في الآخر طلعت هي خزنة البنك يعني صراحة أنا استغربت جدا من الخدعة دي دا ما جربتها أول مرة اكتبوا لي تحت في التعليقات مين منكم كان يعرف الخدعة دي بصراحة أنا مش بلعب بروك هيفن كتير بس حبيثها من فكرة الأماكن السرية دي والأسرار اللي فيها يعني تخيل من وراء اللعبة دي في أسرار وأماكن سرية كتير عشان نقدر نفتح الخزنة هنحتاج إن احنا نفتح الشنطة بتاعتنا ونختار الأمبلة ومن أول ما تظهر معنا الأمبلة من تحت كده هنحتاج نحط الأمبلة بالشكل ده قدام الخزنة بالزبط وبعد كده نبعد شوية ونفجر الأمبلة ولوما نفجرها الخزنة هتتفتح بالشكل ده واللي أعتقد الأغلب منكم بيعرفل لإني دي يعني حاجة أسية في اللعبة المهم بعد ما ندخل هنلاقي الفلوس دي الوقت هنا نقدر ناخد الفلوس ونهرب لإن الشرطة شكلها جاية بعد شوية يلا بقى مع السلامة شوفوا إزاها تجمعوني وبس لحد هنا لكم وصلنا لهاية الفيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات مين منكم اتفاجئ من الخدعة الغريبة دي وهل تعرفوها من زمان ولا أول مرة تعرفوها كل ده يعتبر جزء صغير من الأماكن السرية اللي موجودة في مابل بيوت لو عايزين جزء تاني يوصلوا الفيديو ده أكتر من 500 لايك وهعمل لكم جزء أغرب من ده بكتير وبس لو وصلت هنا ياريت لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت مش مشترك ما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وسلام رابط الشرط في الوصفة جدعان